السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني اخواتي في الله نتمنى تكونوا كاملين بيخيروا على خيروا في احسن الاحوال محبوبكم من جديد في هذا الفيديو اللي كنتمنى يلقاكم بصحة وعافية و احوال تامة و بطبيعة الحال مع اخر الاخبار و اخر المستجدد اليوم الاخوان غادي نشوفوا ان امريكا تدخل باش تطوي الملفدة الصحراء المغربية بحكم ان اسبانيا هي اللي دايرة لصف الروضة اسبانيا بغت تصلح مع المملكة المغربية تطبيعة ديالها خاصة عطار في مريبية الصحراء و هات الشيء اللي شكا تخدم واشنطن باش الاخوان هذا النزاع ينتهي تقوم معي الاخوان شوفوا التفاصيل هذا الموضوع ولكن قبل دائما كنتمنى منكم انكم تلايكوا وتشاركوا في القناة جزاكم الله خيرا اما المتتبعين الاوفياء فشكرا جزيلا للدعم وتحفيز ديالكم وتشجيع ديالكم وشكرا بزيال الحضور ديالكم دائما بالنسبة لضيوف جداد المرحبه والمرحبا مرحبه بكم في العائلة ديالكم مرحبا بكم في القناة اللي هي بصحل الحال lanz ي JAKE دائما تحت شعار الله الوطن المالمخ ومستمرين في القضية أو القضية المقدسة عند الشعب المغرب العظيم اللي هي قضية الصحراء المغربية الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه إلى أن يريث الله الأرض ومن عليها وعاش المغرب لا عاش من خانه ولا غالب إلا الله على بركة الله قد ندخل وصوره بالموضوع إخواني أخواتي منذ اندي لها هاد النزاع دي الصحراء المغربية وإسبانيا دائما هي في واحد الحياد دائما هي كتفرج من بعيد ولكن دير لسفر الوضع يعني إسبانيا دير لسفر ويضع باش غادي هاد المشكلة إيبقى مستمر وهي اللي مستفدى من هاد المشكلة يبقى هكا واليوم الإخوان كنشوفوا إسبانيا كاملة برئيس الحكومة بوزن الخارجي بالأحزاب الرأي العام إضافة إلى العاهل إسباني كلهم كيرقعوا للمملكة المريبية وكيتلبوا الصلح كيتلبوا الود وكيتلبوا أنهم يطويوا بالصفحة القديمة ويبدوا صفحة جديدة كيتلبوا أن العلاقات ترجع لطبيعة ديالها ولكن تكون علاقات مبنية على التقى والإحترام المتبادل إخواني أخواتي من بعد هاد الأحداث اللي وقعات يعني بداية من العاهل إسباني طلب الصح جاء بيدرو سانتشيز نفس الكلام اللي قال العاهل إسباني الإسباني كذلك وزير الخارجي الإسباني نفس الكلام أن المغرب الحليف الاستراتيجي وأن المغرب الصديق وأن إسبانيا كتمددها باش يحلوا صفحة جديدة كذلك الأحزاب اللي كانت معارضة جدا كانت تهاجم المملكة المغربية بينتهم حيث فوكس اللي كانت للعادو اللي كان يعطي واحد العداء كبير للمملكة المغربية كذلك هذا طلب الصلح في أقرب وقت هنا كنشوفوا بلينكين وزير الخارجي الأمريكي استدعى الخارجي الإسباني إخواني أخواتي علاش بالضبط حتى اليوم عاد أمريكا كتستدعى وزير الخارجي الإسباني وإحنا كنعرفوا بلينكين يعني العلاقات ما بين أمريكا وإسبانيا ماشي حتلتما ولكن من خرج العاهل الإسباني كانت بالصلح وأمريكا كتستدعى إسبانيا هي اللي دائرة العطافة الرويضة أمريكا بغى تنهي هذا النزاع اللي كان بحي تماشى من المصلحة ديال الدول الكبرى أن يبقى هاد المشكل واشنطن يعني اعترفات مغربية الصحراء ألمانيا كتدعم الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعني الدول الكبرى يا الإخوان بغوا ينهيو هاد النزاع بغوا يستقرار في هاد المنطقة لأنه من المصلحة دياله أن هذه المنطقة تكون مستقرة هنا إخواني أخواتي كان واحد اللقاء ما بين الباريز و بلينكن بحيث الباريز قال بالحرف باللي هاد النزاع طال المدة دياله أو طال واحد المدة طويلة خاصه يتحل في أقرب وقت وطبيعة الحال هاد الكلام ماشي صدفة كيفاش تبدلت أو تبدل الكلام ديال الباريز 90 درجة بحيث الإخوان هادي ماشي مدة طويلة فاش خرجوا كيقول خصنا نفكروا في السكينة ديال المخيامات يعني ألاف ديال السكينة ديال المخيامات نشوفوا لهم شي حل هنا اليوم كنشوفوا نبرد الكلام دياله التغييرات اليوم كيدعم أو كيقول بلي خصنا نحلوا هاد المشكل بخصوصا أن العاهل إسباني خرج حتى هو كيتلب الصلح مع المملكة المغربية وزير الخارجية كذلي كيتلب الصلح رئيس الحكومة كيتلب الصلح وزيارة ديال أمريكا هاد شي الإخوان كيدل أن أمريكا كتضغط على إسبانيا ضغوطات كثيرة وضغوطات قوية باش تعتارف مغربية الصحراء لأنها عارفة بلي إسبانيا هي اللي ديرها لصف الروضة إن فتعتارف إسبانيا هاد النزاع غادي تسالي ولملف ديال الصحراء المغربية غادي تطوى ومن ناحية أخرى إخواني أخواتي دي مستورة يعني كان زار الجزائر والجزائر شحال تهربط من هاد الزيارة ولكن زارها وورطها أنها طرف هاد النزاع ونهار الجمعة غادي يكون في مادريد يعني الباريز يرجع من واشنطن أكيد أن واشنطن قتله ودنيه قتلهم يا إما تعتارفوا مغربية الصحراء وإما هنا إخواني أخواتي دي مستورة في إسبانيا في مادريد سيجتمع مع الباريز اللي جاي من واشنطن ومن قيودنيه كذلك مع بيدرو سانتشيس اللي كيما كتشوفو خرجو علن كيقول بغيت الصلح خصوصا أن ألمانيا يا الإخوان ألمانيا اللي كتدعم الحكم الداتي إسبانيا ما بقاش عندها شي خيار آخر لأن إسبانيا لها في واحد العزلة عزلة دولية يعني يتعتارف مغربية الصحراء يتبقى في عزلة محدة هنا يجتمعوا وأكيد أكيد كان مفاجأة جيدة للمملكة المغربية خصوصا الإخوان أن العاهل الإسباني اليوم ومشير العادة دياله مشوزار الرواق المغربي اللي كان في إسبانيا ومع العلم الإخوان أن السنة الماضية مشوزار الرواق ولكن ضربوا دازع للمغربي اليوم بتبدل نهائيا مشوزار الرواق المغربي تكلم مع المغاربة تصور مع المغاربة وهذه رسالة من العاهل الإسباني لإرضاء العاهل المغربي هذه أكيدها وقالت تفرش في الفيديو يعني راح نلاحظها باللي العاهل الإسباني مشوكي تعمد أن هي تصور مع المغربة باش الرسالة توصل يعني الإخوان إلى إسبانيا أعترفت مغربية الصحراء رغم شي حبا في المغرب وإنما حبا في المصالح ديالها لأن المصالح ديالها كاملين رهم موقفين لكينين مع المملكة المغربية كذلك ضغطا من أمريكا وإننا كأن نشوفه أمريكا أو شوبه أيضا يعني مكيعبرش بيدروسنتجيس مكيعبرش إسبانيا وهذا الشي هو ما كيردو بسبب المملكة المغربية هنا إيهواني أخواتي آخيرا آخيرا أمريكا غدي تدخل على الخط وتنهى هذا الملف ديال النزاع ديال الصحراء المغربية وخع عحنية كمغاربة راه الملف ديال الصحراء المغربية راه مطوي والصحراء سحراء هنا وصحراء في مغربها والمغرب في صحراء يعني اعترف اللي اعترف وما اعترفش اللي ما بغاش يعترف وكذلك كما كانت تشاركوا دائما وكان هضرو فيه الرسالة دي الجلالة الملك بخصوص الدول اللي عندها إزدواجية المواقف راه المغرب ما غديش يرحمها المغرب ما غديش يتحلف معها لا اتفاقية لا شراكات لا علاقات يعني المغرب واضح وجلالة الملك محمد السادس نصره الله واضح في هذا الأمر المهم الإخوان وصلنا النهاية لهذا الفيديو وكنتمنى أنكم اشتركوا في القناة ودخلوا القناة الاحتياطية اللي هي مغربية حرة وكان شكركم جزيل الشكر لتعليق ديلكم الكلام الطيف حقي وتحفيزة ديلكم والأراء ديلكم شكرا جزيلا المتتبعين الأوفياء وكذلك الضيوف جداد مرحبا والف مرحبا مرحبا في القناة ديالي اللي هي كذلك القناة ديلكم وشكرا جزيلا للدعم ديلكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة